أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية ضرورة صدور قرار عاجل من محكمة العدل الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الأول بعد المئة على قطاع غزة أعرب أشتية في مستهلي الاجتماع الأسبوعي لحكومة في رمالة عن أمله في أن يكون قرار المحكمة مهنيا وقانونيا مستندا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأن يكون القرار الأول حول وقف العدوان قبل أن يتم استبدال القضاء مع نهاية الشهر القاري إننا نأمل أن لا يتم تسييس المحكمة وأن يكون قرارها مهني قانوني مستند إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومع إدراكنا أنه سيتم استبدال القضاء مع نهاية هذا الشهر فإننا نأمل أن يكون القرار الأول حول وقف العدوان قبل ذلك من جانب آخر إنني آمل أن يتم السماح للصحافة الدولية من الوصول إلى داخل قطاع غزة ليتم توثيق الجرائم التي ترتكب هناك إسرائيل تمنع الصحافة الدولية من الوصول كما أطلب من الصليب الأحمر ممارسة كل ضغط ممكن للوصول إلى الأسرة الذين تحتجزهم إسرائيل في أماكن غير معلومة وقد توفي البعض منهم والتصريح علنا حول أوضاعهم اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلية جامعة النجاح الوطنية في مدينة نبلس شمال الضفة الغربية المحتلة واعتقل خمسة وعشرين طالبا كانوا يعتصمون بداخلها لأمور نقابية وقال المتحدث باسم الجامعة إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الجامعة واعتدت على اثنين من أمن الجامعة ثم نقلتهم إلى المستشفى واعتقلت أيضا الطلاب جميعهم الذين كانوا يعتصمون في الجامعة منذ الخمسة وعشرين يوما لمطالب نقابية تتعلق بالطلبة بشيرا إلى أن المرة الأولى التي يتم فيها اقتحام الجامعة من قبل الجيش الإسرائيلي منذ حصارها في عام 1992 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر